أعزائي التلاميذ أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس الجغرافية درسنا لهذا اليوم مناخ العراق والنبات الطبيعي فيه أعزائي كلنا يعرف أن مناخ العراق حار جاف صيفا بارد ممطر شتاء وتؤثر فيه مناخ العراق ما يأتي أولا موقع العراق بعيدا عن تأثير البحار وعلى الرغم أن بلدنا يطل على الخليج العربي لكن ليس للخليج العربي تأثير كبير عليه وذلك لصغر مساحته ثانيا اختلاف التضاريس الأرضية في بلدنا أدى إلى اختلاف درجات الحرارة وكمية المطر بين شماله وجنوبه النقطة الثالثة عزائي التلاميذ هي سعة امتداد العراق من الشمال إلى الجنوب أدى أن تكون الأقسام الجنوبية منه أكثر حرارة لقربها من المنطقة الاستوائية منطقة تعامد الشمس أي خط الاستواء بينما تنخفض درجات الحرارة كلما اتجهنا شمالا أعزائي التلاميذ الآن نتعرف على عناصر المناخ نبدأ بالحرارة تتميز درجات الحرارة في العراق بما يأتي تنخفض درجات الحرارة كلما تقدمنا من الجنوب إلى الشمال ثانيا ترتفع درجات الحرارة صيفا في جميع أجزاء العراق وتصل في بعض الأيام إلى أكثر من 45 درجة مئوية وخاصة في الأقسام الوسطى والجنوبية من العراق ثالثا تنخفض درجات الحرارة كثيرا في فصل الشتاء في جميع أنحاء العراق حتى تصل دون الصفر المئوي في بعض ليالي الشتاء رابعا يكون الفرق كبير بين درجة الحرارة بين الليل والنهار وبين الصيف والشتاء لبعد العراق عن تأثير البحار أعزائي التلامين ننتقل الآن إلى الرياح أعزائي يتعرض العراق لهبوب أنواع عديدة من الرياح نبدأ بالرياح الشمالية الغربية والغربية وهي السائدة في معظم فصول السنة وهي رياح باردة في الشتاء أما في الصيف فإنها تخفف من درجة الحرارة وذلك لأنها تهب من مناطق باردة تهب هذه الرياح أزيزي الطالب من تركيا والبحر المتوسط ثانيا رياح جنوبية شرقية ويكثر هبوبها شتاء وتكون عادة رطبة لأنها تهب من الخليج العربي ثالثا رياح شمالية باردة ويكثر هبوبها أيضا شتاء وتؤدي إلى خفض درجات الحرارة دون الصف المئوي وتهب أيضا من تركيا أبناء الطلبة الرياح الثانية رياح جنوبية غربية وهي رياح حارة محملة بالغبار في أغلب الأحيان وتهب على العراق من شبه جزيرة العرب أعزاء التلاميذ ننتقل الآن إلى الأمطار الأمطار أولا تسقط الأمطار في قطرنا في فصل الخريف والشتاء وحتى أواصط فصل الربيع ويكون سقوطها متقطعا ومتباعدا وينقطع سقوط المطر في العراق في فصل الصيف ثانيا تزداد كمية الأمطار كلما تقدمنا باتجاه الشمال والشمال الشرقي من العراق لارتفاع المنطقة فبينما تكون كمياتها بين 75 إلى 100 ملي متر في الأقسام الجنوبية تصل إلى أكثر من ألف ملي متر في الأقسام الشمالية والشمالية الشرقية من العراق أعزاء التلاميذ ننتقل الآن إلى المناطق المناخية في العراق لنبدأ أعزائي نتيجة لاختلاف درجات الحرارة وكمية المطر يمكن أن نقسم وطننا العراق إلى ثلاث مناطق مناخية أولا مناخ البحر المتوسط يتمثل هذا المناخ عزيزي الطالب في المنطقة الشمالية من العراق ويمتاز هذا المناخ بأن شتاؤه بارد منطر وتسقط عليه الثلوج باء صيفه معتدل الحرارة جيم كمية الأمطار الساقطة عليه تتراوح من أربعمائة إلى ألف ملي متر أما المناخ الثاني عزيزي الطالب وهو المناخ الشبه الصحراوي ويتمثل هذا المناخ في المنطقة المتموجة من العراق ويمتاز هذا المناخ عزيزي الطالب بأنه مناخ انتقالي ما بين مناخ البحر المتوسط ومناخ الصحراء تتراوح كمية الأمطار الساقطة عليه من 200 إلى 400 ملي متر تكون فيه درجات الحرارة مرتفعة ثالثا المناخ الصحراوي ويتمثل عزيزي الطالب هذا المناخ في المنطقة الغربية من العراق ومنطقة السهل الرسوبي ويتصف هذا المناخ بما يأتي أولا أمطاره قليلة تتراوح هذه الأمطار بين 75 إلى 200 ملي متر باء إن الفرق كبير جدا في درجات الحرارة بين الليل والنهار وبين الصيف والشتاء جيم ترتفع فيه درجة الحرارة صيفا أعزائي التلاميذ ننتقل الآن إلى النبات الطبيعي نعرف أولا عزيزي الطالب النبات الطبيعي النبات الطبيعي هو ذلك النبات الذي ينمو من تلقاء نفسه دون تدخل الإنسان في إنباته عزيزي الطالب يتأثر النبات الطبيعي بالمناخ وخاصة الأمطار فعليها تتوقف كثافته ونوعيته كما يتأثر أيضا بالتربة من حيث فقرها وخصوبتها وللنبات الطبيعي أهمية كبيرة في حياتنا فمن أخشابه نصنع الأبواب والشبابيك والكراسي والمناضد والورق ومن أشجاره نأخذ الثمار كما تعد عزيزي الطالب الحشائش مراعي طبيعية لتربية الحيوانات أعزاء التلاميذ نتعرف الآن على أنواع النبات الطبيعي عرفنا أن مناق قطرنا متباين ونتيجة لهذا التباين فقد اختلف النبات الطبيعي من منطقة إلى أخرى ويمكن تقسيم النبات الطبيعي إلى ما يأتي أليف النباتات الجبلية تنمو عزيزي الطالب هذه النباتات في المنطقة الشمالية من العراق أي في المنطقة الجبلية حيث تكثر الأمطار وهي تتكون من الغابات والحشائش الجبلية وتعد المنطقة الجبلية من أكثر مناطق العراق بنباتة الطبيعية باء نباتات الحشائش القصيرة وتنتشر عزيزي الطالب هذه النباتات في المنطقة المتموجة ويتكون نباتها من الحشائش القصيرة التي تظهر في الشتاء والربيع والتي يستفاد منها في رعي قطعان الأغنام والمعز جيم النباتات الصحراوية وتغطي هذه النباتات عزيزي التلميذ حوالي ثلاث أربع مساحة العراق وتشمل منطقة الهضب الغربية غرب العراق ومعظم السهل الرسوبي وتتكون من الأعشاب القصيرة والنباتات الشوكية التي تقاوم الجفاف دال نباتات ضفاف الأنهار مثل الغرب والصفصاف وشجيرات السوس وتنمو عزيزي الطالب هذه النباتات على ضفاف الأنهار أعزاء التلميذ أطرح عليكم بعض الأسئلة المتعلقة بالدرس أرجو الانتباه عليها سين سؤال علل ما يأتي مناخ العراق حار جاف صيفا الجواب عزيزي الطالب مناخ العراق حار جاف صيفا لبعد العراق عن تأثير البحار سؤال آخر علل يطل العراق على الخليج العربي فليس للخليج تأثير كبير عليه الجواب الجواب يطل العراق على الخليج العربي فليس للخليج أي تأثير عليه وذلك لصغر مساحته تعليل آخر عزيزي الطالب الأقسام الجنوبية من العراق أكثر حرارة السبب هو الأقسام الجنوبية من العراق أكثر حرارة لقربها من المنطقة الاستوائية منطقة تعامد الشمس أي خط الاستواء تعليل آخر عزيزي الطالب علل انتشار الأعشاب القصيرة والنباتات الشوكية في منطقة الهضب الغربية غرب العراق الجواب هو انتشار الأعشاب القصيرة والنباتات الشوكية في منطقة الهضب الغربية لأنها تقاوم الجفاف أعزائي التلاميذ أنتقل بكم الآن إلى سؤال آخر هو املأ الفراغات بما يناسبها أولا يبدأ سقوط المطر في بلادنا في فصل فراغ وحتى فراغ وينقطع في فصل فراغ الجواب هو يبدأ سقوط المطر في بلادنا في فصل الخريف والشتاء وحتى أواصط الربيع وينقطع في فصل الصيف ثانيا يعد مناخ السهوب فراغ بين مناخ فراغ والمناخ الصحراوي الجواب هو يعد مناخ السهوب مناخ انتقالي بين مناخ البحر المتوسط والمناخ الصحراوي ثالثا تهبوا على بلدنا رياح فراغ في معظم فصول السنة ثالثا تهبوا على بلدنا عزيز الطالب رياح شمالية غربية طيلة فصول السنة رابعا تنمو نباتات فراغ وفراغ وفراغ على ظفاف الأنهار الجواب هو عزيز الطالب تنمو نباتات الغرب والصفصاف وشجيرات السوس على ظفاف الأنهار خامسا نستفاد من النبات الطبيعي فراغ وفراغ الجواب هو نستفاد من النبات الطبيعي لأخذ الثمار ومراعي طبيعية لتربية الحيوانات سادسا تنخفض درجات الحرارة في العراق كلما تقدمنا من فراغ الجواب هو عزيز الطالب تنخفض درجات الحرارة في العراق كلما تقدمنا من الجنوب إلى الشمال سابعا تهب على العراق رياح جنوبية غربية ويكثر هبوبها شتاء وتكون عادة رطبة لأنها تهب من فراغ الجواب عزيز الطالب تهب على العراق رياح جنوبية غربية ويكثر هبوبها شتاء وتكون عادة رطبة لأنها تهب من الخليج العربي ثامنا كمية الأمطار في الأقسام الجنوبية تصل إلى فراغ وتصل إلى أكثر من فراغ في أقصى الأقسام الشمالية عزيزي الطالب كمية الأمطار في الأقسام الجنوبية تصل من 75 إلى 100 مليمتر وتصل إلى أكثر من ألف مليمتر في أقصى الأقسام الشمالية من العراق تاسعا مناخ البحر المتوسط يتمثل في المنطقة فراغ والمناخ شبه الصحراوي في المنطقة فراغ والمناخ الصحراوي في المنطقة فراغ الجواب هو عزيزي الطالب مناخ البحر المتوسط يتمثل في المنطقة الشمالية من العراق والمناخ الشبه الصحراوي في المنطقة المتموجة من العراق أما المناخ الصحراوي فتمثل في المنطقة الغربية والسهل الرسوبي من العراق أعزائي التلاميذ إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم شكرا لإصغائكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة